بقى مرتبط بالدوري الإيطالي، ألماني، فرنساوي، ماشي، لكن بقيت دوريات أوروبا تقريباً كلها بالنسبة لنا دوريات مجهولة. هل ممكن السوق ده عبدالقادر؟ وإحنا دائماً بنتكلم على إنه خلينا نتفق إنه المنافسة على مستوى الاحتراف في المنطقة بتاعتنا بقت صعبة جداً مع اللي بيحصل في الدول الخليجية. النهار ده أي العيد بيلمع في أفريقيا بيجي له عروض من أندية خليجية بشكل كبير جداً. هل ممكن ده خلينا نبص على الأسواق دي إنها ممكن تبقى مصدر للأندية المصرية على مستوى اللاعبين المحترفين؟ وللأ؟ هي الفكرة في حد ذاتها تبدو إنها جميلة ووردية وكل حاجة. لكن لما تيجي تبص إن الأندية دي مش هتسيب لعباتها أولاً. لعيب اللي بيلعب يعني إحنا شفنا مثلاً لعيبين جزائريين لعبين مغربة بيفضلوا أحياناً يروحوا الدوري الدنماركي الدوري السربي الدوري الشيكي على أساس إنه هو يتشاف أكتر في أوروبا وينتقل بعد كده إلى دوري من دوريات الخامسة الكبرى. لكن إلا هيخلي لعب مثلاً بيلعب في الدوريات الأوروبية وعايز يتشاف أكتر إنه يجي على الدور المصري أو على أفريقيا عموماً. خاصة إن أنه إنت ولا هتدي له الفلوس اللي ممكن يأخذها في الخليج. ولا هتدي له الفرصة باستثناء النادي الأهلي لأن النادي الأهلي يمكن متشاف أكتر بره لكن الدوري المصري بشكل عام مش هيدي فرصة لعب محترف عنده إنه هو يتشاف في أوروبا وإنه هو يجي له عروض في أوروبا. يمكن دي بتحصل نادراً جداً في مصر. هقول لك حاجة مثلاً هديك عسابين مثال بارسيتاو جاي من تجربتين هو جاي من برايتون بس كان لي كمان تجربة قبلها في بلجيكا أعتقد على ما أتذكر. بالزبط أسامة أبو علي جاي من سويد الاثنين ما لمعوش قوي ما تعرفوش قوي ما نجحوش أو حقق ونجاحات كبيرة قوي زي ما جوهم في مصر وتعرفوا على مستوى يعني العالم كله يعني بارسيتاو لما يفوز بأفضل لعب داخل القارة لما يستعيد رونقه وبريقه تاني ويبقى واحد من اللعيب الأساسية مع منتخب الجنوب الأفريقية لما يلعب بطولات كاس عالم وياخد حق دوري أبطال دي بارتو بتبقى قدام عين اللعيب. يمكن دي تغري شوية اللعيبين الأفريقين هم بيرجعوا للروتس أو للجزور بتاعتهم في القارة لكن تجيب لعب أوروبي دي صعبة جدا جدا يمكن اللعيبين اللاتنيين شوية كمان اللعيبين اللاتنيين دايما بيميلوا الحتة المين هيدفع أكتر حتى في أوروبا ويمكن ده اللي بيخلي اللعيبين برازليين كتير يعملوا يعني هبوط حاد في مساريتهم يمكن أبرزهم. نيمر مثلا لمساب برشلونا وراح باريس سان جرمان علشان هيدفعولوا أكتر لا نفسه مش متشاف ناك كويس بعد كده راح الهلال وما بيلعبش وبس بياخد فلوس في نادي الهلال. فده اللي بيخلي لعبين اللاتنيين شوية أن هم يميلوا للفلوس فاحنا لو هنقدر رحنا في الدور المصري أن احنا نقدم يعني مش هقولك الفلوس اللي الخليج بيدفعها أو الدوريات الخليجية بتدفعها يمكن تحديدا كمان السعودية. لو هنقدر نقدم نص المبلغ دي عن طريق بقى رعاها عن طريق تطوير أكتر في منظومة الرياضة في مصر أو الدور المصري وأن احنا نعمل منه منتج كبير. أعتقد ساعتها ممكن نجيب اللاعبين اللاتنيين واللعبين الأفارقى الوعدين اللي بيشاركوا في دوريات سغيرة في أوروبا. وبالمناسبة دي أسمع تعليق محمد هعرض عليك وهعرض على كل اللي بيتابعون دلوقتي شوية أرقام كده مرتبطة باللعبين اللي من أصول أفريقية طلعين من الأرض دي من القارة دي وبيمثلوا منتخبات أوروبية في بطولة اليورو. تعال نشوف المنتخبات والأرقام.